بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الجزء السابع والأخير من الدرس الثالث فيه مهارة تخليص المقام من الجذور أو rationalizing the denominator ونضرب البسط والمقام كما رأينا في المثال C السابق في الجذر الموجود في المقام فنتخلص من الجذر ويتحول إلى كسر هذا الكسر لا يحتوي على جذور في المقام ولكن ماذا لو كان عندنا في المقام مثلا جذر A زائد جذر B أو جذر A ناقص جذر B تعتمد الفكرة على الفرق بين مربعين A تربيع ناقص B تربيع نعلم أنه A ناقص B في A زائد B فلو أني عندي قوسين أعدين مطروحين من بعضهم مرة ومجموعين مرة أخرى فهذا يساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني وهذا ما نفعله فلو كان عندنا في المقام مثلا جذر A زائد جذر B فنضرب البسط والمقام في جذر A ناقص جذر B وهو مرافق هذا العدد نفس الرمزين ولكن بعكس الإشارة في الوسط لو كان هنا موجب كتبنا سالب لو كان سالب كتبنا موجب ونستغل لخصية الفرق بين مربعين فيكون النتج هو مربع الأول مربع جذر A هو A ناقص مربع الثاني مربع جذر B أيضا هو B وبهذا نكون قد تخلصنا من الجذور في المقام وليكم الأمثلة في المثال الأول 8 على جذر 6 زائد جذر 5 فنضرب البسط والمقام في مرافق هذا المقدار وهو جذر 6 ناقص جذر 5 هنا كان موجب كتبنا هنا سالب البسط 8 في جذر 6 ناقص جذر 5 ما في مشاكل أما المشكلة هنا في المقام نضرب الأول في الأول جذر 6 في جذر 6 يصير 6 ناقص مربع الثاني نحزف الجذر وتبقى 5 فيكون المقام عندنا 6 ناقص 5 يساوي 1 وبهذا نكون قد تخلصنا من الجذر فيكون الحل النهائي هو 8 في جذر 6 ناقص جذر 5 المثال الثاني جذر X زائد جذر Y على جذر X ناقص جذر Y نضرب البسط والمقام في جذر X زائد جذر Y لأن هنا الإشارة سالبة نضرب في إشارة موجبة في الوسط نفس المقدار ولكن بإشارة موجبة في الوسط في المقام مربع جذر X بX مربع جذر Y بY هكذا تخلصنا من الجذور في المقام والحمد لله بقي البسط الأول في الأول جذر X تربيع بX جذر Y تربيع بY جذر X في جذر Y جذر XY جذر Y في جذر Y في جذر X وطبعا كما تعلمون أن الضرب عملية إبدالية فيمكننا أن نكتب جذر X جذر Y زائد جذر Y جذر X اثنين جذر X في Y فيكون هذا الحل هو الصورة المبسطة لهذا المقدار الذي يحتوي على جذور في المقام في أبسط صورة اشتركوا في القناة